السلام عليكم نهاردة هنعمل طريقة نجريسكو جديدة حلوة قوي وسهلة جدا اول حاجة في طاصة هنحط معلقتين سمنة او زبدة او زيت اي حاجة ننزل عليهم بصدر فرخة مقطع مكعبات صغيرة ومتنشف كويس جدا عشان ما ينزلش ميته في الزيت وينشف لما يتحمر وياخد لون دهبي كده بننزل عليه بتماطم وفلفل وبصل متقطعين قطعة صغيرة جدا كلهم في وقت واحد وبنقلبهم لحد ما ياخدوا لحد ما يتبالوا شوية بعدين اول ما بتقلبوا وبيتبالوا بننزل عليهم بمعلاقة صغيرة توم مفروم وبنقلبها معاها وبعدين بننزل بالبهارات معلقة مرح صغيرة نص معلقة توم بودر بصل بودر بابريكا ايرفا فلفل اسود نطريكوس بارا وبعدين بنقلبها كويس وبنشلها من على النار بنحطها على جانب بنجي لصص البشامال بنسخن الحلة كويس وبعدين بننزل بمعلاقة كبيرة الدقيق وبنحمصها من غير سمنة من غير اي حاجة بنديها تحميصها كده لوحدها علشان الدقيق يستوي وبعدين بعد ما بديه بيستوي بننزل عليها بمعلاقة تانية من السمنة او الزبدة او اي مادة دهنية عندك وبنقلبها تاني عشان الدقيق يكون خلاص اكدنا على ان الدقيق استوي كويس وما تحرقش لو عملنا الخطوة دي وطولنا في ان الدقيق يستوي هيتحرق مننا وهيغمق البشامال فاحنا بنحمصه اول وبنحمصه تاني بس وقته قليل جدا ما عسمنا بعدين بننزل باللبن سائع جدا او يكون بدرجة حوارة الغرفة ماينفعش سخن او دافي لان ده هيعمل تكتلات وبنقلب كويس وبعدين بننزل بمعلاقة كبيرة مايونيز او اي جبنة كريمة عندك وبعدين بهرات البشامال ملح فلفل ارفة جوستطيب بس مفيش اي حاجة المفروض تضاف على البشامال غير كده وبعدين في البايركس بنحط طبقة بشامال خفيفة وبعدين بنحط الماكارونا وبننزل بخلطة الفراخ اللي عملناها وبعدين بنحط طبقة ماكارونا تاني وبنحط عليها البشامال وبعدين بنرش على الوش جبنة متزوريلا عليها جبنة رومي جديدة ماينفعش قديمة لان طبعا هتحدقها وهتشد معانا فلازم جبنة جديدة وبعدين منحطها في الفرن نفتح عليها الفرن والشواية لحد ما الجبنة تسيح وتاخد لون حلو من فوق وبعدين منطلعها نسيبها تبرد شوية وبعدين نقطعها ترجمة نانسي قنقر